ترجمة نانسي قنقر وفي هذا الصدد أكد سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات التزام معرض البحرين الدولي للطيران بتنمية المواهب والطاقة البحرينية وتوفير فرص تدريبية متميزة تسهم في بناء جيل من الخبراء والمختصين في مختلف المجالات من جانبها أشرت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة إلى أن هذه الفرصة التدريبية ستساهم في صقل مهارات الكفاءة البحرينية شابة وتعزيز خبراتهم العملية مما يمكنهم من المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف استراتيجية السياحة 2022-2026 وبدوره أكد المدير العام لكلية فاتين للضيافة أن معرض البحرين الدولي للطيران يوفره منصة فريدة للطلاب لاكتساب المهارات العملية المطلوبة وفقا للمعايير العالمية من خلال التدريب الميداني الذي يعزز دور قطاع الضيافة والسياحة والفندقة ترجمة نانسي قنقر